How are you today, 3rd grade? Let's start our unit 5 The title of this unit Pictures, sound and pictures الصوت وصور Let's read the word and the meaning in Arabic Machines, آلات جمع كلمة آلة Phonograph الحاكي, هاي عبارة عن آلة موسيقية رح نترف عليها إن شاء الله بالدرس Invented, اخترعه, صنعه آلة جديدة Cylinder, استوانة Metal, معدني طبعا هون الcylinder اللي هي استوانة اللي بنشغل عليها الموسيقى عن طريق هاي الآلة اللي هي الفونограф Gramophone كمان آلة أخرى رح نتعرف عليها Flat, مالس, مسطح Disc, course Usually عادة Record, سجل Band, فرقة غنائية Drum, bubble Trumpet, بوق Singers, مغنيين iPod هو جهاز الإيبود من شركة أبل يعني هي عبارة عن جهاز من هاي الشركة أنتجته وسمته بإيبود Okay Now let's move to the pupils book at page number 56 I want to read this page Before that look at these pictures in this page طلعوا على هدول الصور في هاي الصفحة Okay This is a band Look at this picture This is a band Okay فرقة موسيقية And we have here what This is a phonograph هاي عبارة عن آلة موسيقية تسمى phonograph وهذه عبارة هون في عنا cylinder اللي هي عبارة عن أسطوانة بتشغل الموسيقى هاي الآلة اسمها اللي هو Gramophone Gramophone طلعت بعد هاي يعني هاي أحدث من هاي الآلة آلة موسيقية وبيشتغل عليها الديسك بيشتغل عليها الديسك اللي هو القرص اللي بيشبه السيدي بيكون عليه الموسيقى وبتنوضع على هذا الجهاز وبتشتغل Let's read please The title is Sound and pictures Let's listen to music هيا نستمع للموسيقى Do you like music? Do you listen at home Look at the pictures on these pages These machines or these machines play music There are old machines and new machines في عنا آلات قديمة وآلات جديدة First There was the phonograph Thomas Edison invented it in 1877 هلا مين اخترع هاي الآلة اللي هي عبارة عن phonograph This is a phonograph اللي اختراها اللي هو العالم توماس اديسون في عام 1877 He recorded music onto the cylinder أي the cylinder is wood and metal كانت تشتغل موسيقى عن طريق اللي هي الاصطوان الcylinder وكانت مصنوعة من الخشب والمعدن It turned round and round it played the music Ok It turned round and round it played the music وهي بتتحرك وبتلتف بطريقة دائرية عشان تشغل الموسيقى Ok After that there was the gramophone بعد هيك اخترعوا هاي الآلة يعني أحدث من الآلة الأولى وتسمى gramophone It played round flat discs وكانت تشغل عبارة عن أقراص بهذا الشكل There were songs on the discs Usually there was only one singer and a piano Ok Many people liked these big gramophones a family listened together in their living room وكان العديد من الناس يحبوا هاي الآلة الموسيقية ويستمعوا لها وقت طويل Now let's move to the page number 57 We have here a singer and we have here a man he played a trumpet Trumpet هو عبارة عن بوق Next People invented the microphone They recorded big bands There were lots of drums trumpets and singers It was very exciting Lots of people wanted the music بعد هيك اخترعوا الآلة اللي تسمى المايكروفون وكانوا عن طريقها المغني يلقي الموسيقى والغناء عن طريقها ويسمعوا الناس بشكل مباشر مايكروفون مايكروفون هذا مايكروفون اللي هو بالعربي نحكي المايكروفون بيحكي بيحكي لك انه الجرامفون الجديدة صارت بهذا الشكل يعني برجعوا حدثوا او الالة اللي احدث من هدول الالات او اللي بعدهم اخترعوها اللي هي الجرامفون الجديدة بهذا الشكل كانت مصنوعة من البلاستيك والخشب وكان البلاستيك لامع وملون كمان كان القرص المدمج من البلاستيك ايضا وكان حجمه كبير بعد هيك صاروا يخترعوا الناس الأقراص المدمجة الصغيرة it was the cd وصال اسمهم cd وللان احنا نستعملهم you can play a cd on a small machine وبتقدر تشغل هذا cd على جهاز صغير اصغر من هاي الاجهزة اللي كانت بالاول you can easily use this in your bedroom وبتقدر بسهولة تشغل هذا الشيء عندك بغرفة النوم وما تستصعب حمله من مكان لمكان this is a very small machine هلأ this is a very small machine هاي عبارة عن آلة صغيرة جدا يعني تطلعوا كيف التطور بالاختراعات it's an ipod هذا عبارة عن آلة اسمها ال ipod انتجتها شركة ابل هلأ شايف ال star هون في عنا هون star نجمة بمعنى انه في تحت مكتوب اشي عنها ال ipod is a trademark of apple inc هي عبارة عن علامة تجارية لمنتج انتجته شركة ابل ومعروفة شركة ابل people can listen to music in the street or on the bus they use earphones بيحكي هذا الجهاز اتاح للناس انهم يستعملوا يستعملوا في اي مكان بدهم يا وهم ماشيين بالشارع وهم بيكونوا بالباس بيستمعوا للموسيقى باي مكان بدهم يا وهذا اكيد كان مخترع قبل ما يخترعوا الموبايلات اللي هلأ اكيد بتقوم بهذا الغرض this boy is listening to a very big band عم يستمع ل فرقة معروفة جدا and the music player is in his hands وبيحكي لك انه كل اشي عم يستمع له كل اشي بده اياه موجود بين ايدي وبحجم صغير وخفيف ومش محتاج انه هو يتغلب عشان يسمع الموسيقى زي ما كان بالبداية احنا بدنا نختار الصورة المناسبة للكلمة المناسبة cd where is the cd here we know yes this is the cd and microphone microphone اللي هو e اوكي سوري هلا هدا عبارة عن كتاب مستعمل لطالب ف بدكم تعتروني شوي هلأ e اوكي cylinder اللي هي عبارة عن اسطوانة اللي هي a طبعا بالsmall letter بتكتبوها earphones اللي هم عبارة عن السماعات d واخر اشي اللي هو disk اللي هي القرص المدمج اللي هو b اوكي اوكي اكسسايز نمبر ثري بدنا نحط هدول الكلمات بالفراغ ونضيف لهم ed بدو يانا نستعمل past tense يعني منضيف ed وانتو اخدتوا هاي القاعدة انه بالماضي بالregular verbs بالافعال المنتظمة بنضيف ed وهدول الافعال كلياتهم regular verbs افعال منتظمة نمبر ون توماس اديسون invented the phonograph in 1877 وهي number two he recorded music onto the cylinder three the cylinder turned round and round and four the gramophone played round flat discs lots of people liked these big gramophones family listened together in their living room to